السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونالله ملائكة يصلوني على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلم وتسلم والكرام النهاردة هنتكلم عن الضيابيتيك فود أو القدم السكري هنتكلم عن أسبابها وطبعا يعني في حلقات كتير عنها القدم السكري يعني حالة منتشرة عند مرض السكر بسبب إهمالهم في تناول الأدوية بسبب إهمالهم للقدم ورعايتها وطبعا يعني الحلقة فيها كتير عن الأسباب فهنعمل حلقة عن الأسباب وحلقة عن الأعراض وحلقة عن طرق العلاج إن شاء الله فلازم تسمع الثلاث حلقات ما تقولش هسمع العلاج بس لا اسمع الأسباب يعني أنت ممكن يكون عندك سبب وتروح تعمل العلاج وانت مش عارف السبب ده فتعمل طرق علاج مختلفة فأنا عايزك تسمع كل الحلقات وتعرفها وتشيرها عشان تفيد الناس الأخرى فأول حاجة جماعة ما هي القدم السكري القدم السكري يا جماعة هي حالة طبية تصيب قدم مريض السكر وتسبب الكثير من الأضرار للقدم وقد تؤدي لقدر الله إلى البتر وكل ده بسبب مضاعفات السكر إصابة مضاعفات السكر أو الارتفاع نسبة السكر لفترة طويلة في الجسم طيب يا جماعة الأسباب أن أقول في بنود أو في نقاط بسيطة النقطة الأولى أو السبب الرئيسي والأساسي الأول وهو ارتفاع نسبة السكر دائما لفترة طويلة في الجسم وعدم عمل كنترول عليه في الجسم الناس اللي مش مضبطة سكرة يا جماعة ياريت تضبط سكركم عشان فيه مضاعفات كتير للسكر الناس اللي هي كل سنة بتعمل تحاليل ومطنشة نفسها وبتستهتر وبتتهاوم في مرض السكر السكر كويس بس لما تكون مرعي لما تكون مصاحبه ده السبب الأساسي طبعا السبب ده فيه كلام كتير قوي بس أنا قلته لك وتحت بند حلقات كتير هنتكلم عنها بعد كده وتكلمني عنها قبل كده في قوائم تشغيل القناة تلاقي قائمة تشغيل السكر ادخل عليها واسمع حلقات السكر لو انت جديد في مرض السكر البند الثاني وهو ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون السلاسية الدهون السلاسية أو بتسبب انسداد الشرين وبالتالي بتعمل مشكلة في القدم وتنميل ومشاكل كتير جدا فده سبب رئيسي برضو من ضمن الأسباب اللي هو ارتفاع نسبة الكوليسترول والترايجلس رايد فانت بتعرف الكلام ده من خلال ان انت تعمل تحليل الكوليسترول ودهون السلاسية او تعمل ملف الدهون كامل عشان تعرف منه الدهون الضارة والدهون المفيدة في الجسم السبب الثالث او البند الثالث اللي هو ضيق او انسداد الشرايين الطرفية المغزية الشرايين المغزية للصاقين تحت الربا يعني الشرايين اللي بتغزي الصاق من تحت الربا من تحت الربا تمام فبالتالي تؤدي الى نقص في وظائف القدم او مش بتوصل الدم للقدم فبتعمل مشكلة التنميل اللي دايما عنده تنميل او تورم في القدم او احمرار في القدم اختلال في الجهاز العصبي اختلال في الجهاز العصبي او في وظائف الجهاز العصبي فبالتالي بيؤدي الى نقص الوظائف اللازمة لسلامة القدم البند الرابع او البند الخامس التهاب الاعصاب الترفية التهاب الاعصاب الترفية فبالتالي تؤدي الى عدم الاحساس او نقص الاحساس في قدم مريض السكر وبالتالي تؤدي الى عدم الاحساس على اي شيء سواء جروح او ان انت وانت ماشي ممكن تدوس على دبابيس في البيت ما تحسش بيها ويدخل في رجلك ممكن اي خدش او اي حاجة في رجلك ما تحسش بيها او اي كدمات او اي لسعات ما تحسش بيها فبالتالي بيؤثر على القدم دي حاجات اساسية او اسباب اساسية دي اسباب يعني يمكن الناس بعض الناس تغفل عنها الشائع بقى بين الناس اللي هو اه اه يعني الاضرار الشائعة بين الناس اللي بسبب القدم السكري اللي هو السمنة او زيادة الوزن نتيجة السمنة او زيادة الوزن طبعا السمنة او زيادة الوزن يعني حاجة بتأثر على كل وظائف الجسم اه اه يعني هي مرض العصر اساسا السمنة او زيادة الوزن تمام لكن احنا بنتكلم عن القدم السكري ان هي دايما بتضغط على القدم بتضغط على القدم والفقرات وبتضغط على كل الحاجات دي فدايما بتلاقي مريض السنة بيشكي من رجله او قدم رجله قولك انا عندي نقرص يقولك انا عندي املاح يقولك انا عندي شكشكة انا عندي زغزغة انا عندي انا عندي يشكي من رجبته من خشونة في الرجبة يشكي من القدم بيشكي من الحاجات دي فانتو يعني حاولوا تنزلوا من وزنكم ده طبعا في طرق العلاج ان شاء الله نتكلم عنه انما الحاجة اللي بعد كده شرب الكحليات والتدخين والمشروبات الغازية الحاجات دي كلها بتأثر على القدم دي كلها حاجات شائعة او حاجات عامة بين الناس تعال بقى نتيجة البكتيريا والعدوى البكتيرية بتسبب ضمور في الانسجة فبتأثر على القدم طيب انا وصلت لها منين العدوى والبكتيريا دي وصلت لها من الاشربة والناس اللي طول النهار لابسة الشراب في رجلية سواء بيصلي او مش بيصلي اللي بيكسل يخلع الشراب ويغسل رجله وتوضى برجله واللي مش بيصلي بلابس الجزمة دايما ما بيخلعش الجزمة من رجله فانا بقول لك لو انت برضو مش بتصلي او لو انت حد قبط مثلا حد مش مسلم يعني ممكن تخلع الجزمة تهوي رجلك وتخلع الشراب تهوي رجلك عشان البكتيريا بتخلع وتغسل رجلك كأنها زي ايدك بالضبط دايما تعقيم دايما نظافة عقم رجلك دايما زي ايدك بالضبط تمام ده بالنسبة للعدوى البكتيرية الناس اللي هي بيحصل لها حرق ولسع وكدمات نتيجة المشي عاريا او حافيا نتيجة الغسل القدم بالماء الساخن نتيجة ارتداء احزية ضيقة او احزية واسعة يعني انت خليك في المتوسط الواسع هيفرق معاك والدايق هيفرق معاك انت خليك في المتوسط اللي مش هيفرق معاك دي كل الاسباب اللي ممكن نتكلم عنها للقدم السكري او الاسباب العامة والشائعة للناس البسيطة او اللي ممكن تعرفها يعني ممكن تعالجها فانا بقولك يعني انت ممكن تعمل الحاجات دي تعالج الاسباب لحد ما انا اجيب لك حلقة الاعراض وحلقة العلاج او طرق علاج القدم السكري فخدوا بالكم او من صحتكم ولازم تسمعوا الثلاث حلقات ان شاء الله اللي هي الاسباب والاعراض وطرق العلاج وخطورة القدم السكري انتظروني ان شاء الله في الحلقة القادمة هنتكلم عن السكر التراكمي باذن الله ما تنساش تعمل تعليق جميل زيك كده وما تنساش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب او اشترك في القناة عشان توصل بكل جديد في عالم الصحة والطب والتغذية ومتابعة مرضى السكر اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله سبحانك الله ومحمدك اشهد وانا لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم فرعات الله اشتركوا في القناة